سلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهار ده معانا فيديو جديد هنعمل النهار ده فشار المكرمل يعني مع شوق الجماهير كلها في الشتاء هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم جدا وكمان بدون بقى لعبكة ولا رغي كتير طريقة بسيطة جدا يلا نبدأ باسم الله ونشوف هنعملها مع بعض ازاي معايا كده زي ما انتم شايفين كباية من السكر معايا كده نقطتين من المية وكمان آآ آآ نص كباية من درق الفشار هنبتدي نرفع على النار آآ آآ اللي فيها السكر دي وهبتدي ان انا انزل كده كم نقطة من المية على السكر بحيث ان انا بل السكر بس وطبعا ايه الكلام ده يكون في حلة آآ مش بتلزق آآ حلة تفيل حلة سيراميك علشان خاطر الموضوع يكون سهل بعد ما غطيت السكر بالمية بنقط بس من المية بحيث ان انا اضيع بس ملامح السكر هبتدي ان انا اكرمل السكر دوت لغاية لما ياخد لون دهبي فاتح اهو زي ما انتم شايفين ابتدى كده السكر اللي هو يشتغل على النار مع المية وهيبتدي بقى كده من الجناب ياخد لون كل ما تبتدي ان انت تلاقي الجناب ابتدت تصفر هتقل بيها مع بعض كويس جدا عشان كل السكر يتكرمل بنفس الدرجة وما يبتديش ان هو يتحرق من الجناب ويكون القلب لسه ما اخدش اللون المناسب فانت ايدك تبقى فيه على طول كده وطبعا النار ما تكونش عالية جامد علشان خاطر برضو هو يعني السكر بيتكرمل وممكن يتحرق في لحظات يعني مش هياخد وقت خصوصا ان هو بيتعمل في تيفال او الجرانيت والسراميك والحاجات دي بتحتفظ شوية بالحرارة فانت تخلي عينك عليه وتخليك موطية عليه ووقفة جنبه علشان خاطر اه ما يتحرقش منك اه وهو لو اخد لون خلاص هو كده مرر وهتضطر ان انت ترميه لان هيعمل المرارة دي هينقلها في الفشار او في اي حاجة انت هتستعمليها انا عايز اوريكم المراحل بتاعته آآ بكل سلاسة كده زي ما انتو شايفين اهو بدأ ياخد لون دهبي من الجناب بس لسه مش هو ده اللي انا عايزاه علشان خاطر بس ما تستعجلوش عليه انا بس كل اللي انا بعمله كل ما ياخد لون من الجنب ببتدي ان انا ادخله مع بعضه علشان خاطر جزء تاني ياخد نفس اللون من غير الجناب ما تتحرق كده بدأ يتقل معايا ويعمل كده فوم واللون الدهبي بدأ يظهر هبتدي بقى في الوقت ده ان انا وطي النار شمعة شمعة علشان خاطر السكر بتاعي ما يتحرقش مني فجأة اهو شايفين اللون الدهبي اهو عايز اوريكم ان الجناب هي اللي بتستوي الاول اسرع من الوسط من القلب بتاع الحلة بالزبط كده هو ده اللون المناسب اللي انا عايزاه دلوقتي هعمل ايه هنزل كمية من الدرة الفشار طيب الكمية اللي انا هنزلها دي ما تكونش كتيرة تكون بس مغطية الارضية بتاعة الحلة علشان خاطر لو حطيتي كمية كبيرة اه مش الفشار مش هيطلع معاكي كله اه هتبتدي ان انت تلاقي بعد ما تخلصي هتلاقي في حبيبات كده كتير في الارضية اه كلام ده عن تجربة انا عملتها كزا مرة قبل كده ودي كانت اصلا طريقة ان انت ما تخليش كمية كبيرة ما تخليش مسلا صفين فوق بعد لأ هو تكون الارضية بس تكون لمسة السكر كل الفشار يكون لامس الكمية بتاعة السكر اللي في الارضية وتبتدي ان انت بقى في الوقت زي زي ما اتفقنا توطي على النار اه شمعة كده زي ما اتفقنا وطبعا اه طول ما انت وقفة بتقلبي لان انت لو ما قلبتهوش ممكن الجناة بتتحرق منك فانت تقلبي وتهزي كده في الحلة اول بقى ما نلاقيها اول واحدة طلعت كده وفشرت يعني عملت فشار اهو بنهز كده في الحلة علشان خاطر ما يتحرقش مننا اهو تبتدي بقى ان انت اتغطي على الحلة اهو اول واحدة طلعت وشوفوا بقى لو ما قلبتيش ممكن السكر يتكرمل منك ويتحرق فانت على طول ايدك فيه بقى بعد ما اتغطي كده طبعا مش هنستعمل المعلقة خلاص هتبتدي ان انت توطي النار خالص وتهزي كده في الحلة رايح جاي علشان خاطر الارضية اهو السكر ما يتكرملش زيادة عن اللزوم اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده بحرك كده في الحلة يمين وبحرك فيها شمال علشان ما تاخدش اي لوم مني وما يبقاش تستعم الفشار في اي مرارة انا عايز اوريكو هو بيطلع ازاي علشان خاطر اهو الناس اللي اول مرة تجرب الطريقة دي تكون المعلومة وصلة لها اه بكل سلاسة وبكل بساطة تهزي فيه هتلاقي واحدة ورق تانية واخدوا بالكم ان هو ما بيطلعش وراء بعده كله لان احنا موطيين النار خالص لان احنا لو علنا النار هيتحرق فانت بتوطي النار خالص خالص وبتستمري بقى تهزي فيه كده بيبتدي ان هو يطلع جزء ورق تاني كده وبيبقى جميل جدا مكرمل كله غير الطريقة التانية الطريقة التانية ما بتبقاش امان قوي لما بتيجي تقلبيها كده السكر المكرمل تقلبيه على الفشار بعد ما بتجهزيه اه يعني فيه جزئية بتاخد كل الكرامل وفيه جزئية تانية ما بيبقاش عليها خالص اه ما بتطلهاش لانك يعني مهما حاولت تقلبيه اول ما بيطلع ما بياخدش كل كمية الفشار فدي اصلا طريقة ان هو يطلع الفشار كله متكرمل متغلف بالكرامل من كل اتجاه اه لان هو اصلا بيبقى في الارضية مع الكرامل اهو شايفين كل واحدة بتطلع كده وبتعمل فشار بتلاقي لون الفشار دهبي خالص كده كمية بتاعتي كلها خلصت شايفين زي الامر ازاي الفشار طبعا بيبقى ماسك في بعضه اول ما بيطلع لكن لما بتقدميه في طبق اهو بالشكل ده وبتسيبه يبرد بقى وبتفككيه بيتفكك بقى من بعضه بكل سهولة وبيبقى واخد اللون الكرامل الفضيع دوه الطعم ممسكر وجميل جدا طريقته سهلة وبسيطة اتمنى الطريقة بتاعتي النهاردة تعجبكو لو عجبكو الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكو الحلوة واخر حاجة يقول لها لكم بقى الفهنة وشفاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته